على مدار تاريخ المصريين مع حكامهم سواء المحتلين والغزاء أو حتى بعد وصول الاحتلال المحلي للحكم بالبدلة الزباطية اللي خلصوا المواطن من ظلموا استبداد الملكية والانجليز وغيروا من طبيعة الاستبداد الأجنبي وخلوا استبداد محلي وخلوا الفساد بطعم ونكهة خير أجناد الأرض في القلب من كل ده كانت طول الوقت مشكلة الفقر والحاجة حضرة ودايما الأغلبية العظمى من الشعب هم الطبق المعدمة اللي عايشة تحت خط الفقر اللي زي ما أبهرت المحتل بقدرتها على التعامل والتحايل مع ظروف الفقر أبهرت كمان العسكر بأنه هما لسه عايشين أصلا لأنه كان دايماً ليهم طرقهم وحيالهم للتعايش مع الفقر واللي كان بيبقى آخرها يعني ونادراً ما بتحصل لأيه ظاهرة العنف الاجتماعي لكن مع وصول السيسي للحكم بالسياساته وممارساته وشكل انحيازاته اللي ما يختلفش عليها لا معارض ولا حتى مؤيد إن الفقير ومحدود الدخل هو في آخر طبور أولوياته دا لو كان له مكان في الطبور أصلاً مع السيسي بقى مش هتقدر تغمض عينيك في فترته باسم الله ما شاء الله اختفت كتير من الطرق اللي بتحفظ للفقير الحد الأدنى من المعيشة وما بقاش ظاهر منها غير العصبية والعنف لحد ارتكاب الجريمة وإن الناس يعني بدأت تعتمد مبدأ يلا نفسي بشكل أساسي إيه بقى الطرق السلمية اللي اختفت على إيد نظام السيسي واللي حل محلها فكرة يا قاتل يا مقتول وإيه خطورة دا على الفرد والمجتمع واستقرار الدولة نفسها هيا بنا نشوف من فترة مش بعيدة في حياة المصريين كان استقبال المجتمع للجريمة لما بيقروا عنها في الجرائد يعني أو بتتناقش تفاصيلها في الإعلام كان يعني استقبال فيه كتير من الاستغراب والرفض والإنكار وكانت الناس بتقعد بالأيام والأسابيع تتكلم مثلا عن الحادثة بتفاصيلها بصفاتها حاجة غريبة عن مجتمعنا وتكرارها بيبقى نادر يعني لدرجة إن التلفزيون مرة في التسعينات زع تفاصيل الحكم بالإعدام على اتنين قتل مهندسة وعيالها وفضلت الكاميرات مرافقاهم لحد ببقط الإعدام من كتر ما الجريمة كانت مؤزية لمشاعر الناس وحصل عليها جدل كبير وقتها برغم إن الجريمة كانت بدافع السرقة من البداية وتفاصيلها بتقولوا أنهم ما كانوش مخططين غير للسرقة بس يعني حتى في العقل الجامعي للناس كانت الجرائم اللي بتحصل مثلا بدافع الانتقام أو الضار أو خلاف مد كبير بسبب السرقة أو النصف حتى في نطاق الأسرة يعني كان بيبقى ليها علاقة بشرف البنات مثلا أو الخيانة الزوجية وكذا لكن الفترة دي مفيش يوم بيعدي تقريبا من غير ما نسمع أخبار عن حادثة أو اتنين كلهم بينتهوا نهاية دموية واحدة لكن لأسباب بتختلف من حادثة التانية واللي مهما تغيرت الحجج والدوافع بيفضل العنوان الرئيسي سواء الواضح والمباشر أو المستخب بعيد وراء التفاصيل هو الفقر ودي الحال حتى لو ما جيتش سيرته أو حد شاور عليه كسبب أساسي للجريم كله بيتعامل مع الموضوع بمصمصة الشفايف أو البقى على الأخلاق اللي راحت والناس اللي بقت نقصة تربية ودين والشرع اللي معاتش زي زمان وأخلاق ولاد البلد اللي اختفت والناس اللي بقى بتاكل بعضها وكله بيطلع من جوا مخزون العباصة حمودة وهو بيسأل ودمعته مالية قصته اللي نازل على عينه دي هي الدنيا جرالها إيه والحقيقة أن الكلام عن استسهال الناس للجوء للفوضى والعدوانية يعني يطول صرحه ويا ما ناس يعني اتكلمت في الموضوع ده ويا ما أبحثت عملت عن العنف في المجتمع يعني سواء اللي اعتبرو غريزة جوا كل الناس أو إنه صفة بيكتسبها الإنسان بسبب إنه تأثر بالعوامل اللي حواليه لكن الواضح واللي الدلال عليه وتحديداً في مصر ما بقاش فيها أي شك يعني إن نظام السيسي اللي عدى كل اللي سبقوه في الإجرام والفساد والاستبداد خلق وهيئ المناخ لكل نتائج العنف اللي شايفينها دي يعني بصرف النظر عن تعريف العنف وأسبابه سواء هو غريزة ولا رد فعل كل عوامل العنف اللي ممكن تتقال عن سببه بقت موجودة ووضحة ومهما اختلفت هيفضل سببها الأساسي هو الفقر وقلة الحيلة لو الشخص عدواني بالفترة وكاتم عدوانيته جواه فالظروف والاكتئاب وطاقة الكابت اللي مستنيها فرصة للظهور مفيش أكبر من الفقر ودي الحال يعني سبب رئيسي إنه هما يفجروه أو لو شخص مسالم وهادي وفي حاله ماشي جنب الحيط وجوه الحيط الفقر وضغط السلطة عليه والمشاكل اليومية نتيجة الحاجة وقلة الإمكانيات وغياب الأمل برضو بيوصلوه أحيانا للعنف والجريمة حتى العنف اللي بيكون نتيجة للإدمان وتأثيره على العقل والسلوك لو دورت على أغلب أسباب اتجاه الفرد للإدمان أصلا هتلاقي معظمها إنه قرر يعني يدمن ويعيش مغيب كحيلة نفسية للهروب من نفس واقع الفقر وزل الحاجة والمسؤوليات اللي عليها المسؤوليات اللي خنقاف الحاضر ومغشلقة في وش وملامح المستقبل عشان كده هنتطر نجاوب على التساؤلات الحزينة لسيادة الحكمدار عباصة حمودة ونحاول نعرف معاه هو الدنيا جرالها إيه والناس عملت كلا ليه وليه بقى إني نسمع عن واحد شاط مراته وعياله لوكشة واحدة عشان خناء على مصروف البيت وإيه سبب زيادة الجرائم اللي يعني آخر الدراسة طلقت من جامعة عين شمس رصدت إن مصر وصلت بجدارة للمركز التالت عربيا وال24 عالميا في جرائم القتل وإن حوالي تلت الجرائم في مصر بتبقى عنف أسري جوة البيت الواحد وإن جرائم الشرف اللي قلنا عليها دي جيت في آخر قيمة الأسباب اللي تصدر الأسباب هو الفقر والغلب اللي نتيجته كانت زيادة معدل الخلافات الأسرية أو محاولات السرقة اللي أخطر ما فيها هو ظهور فئة جديدة من الحرمية الغشم والمستجدين في الكار ضحايا البطالة وقطع الأرزاء اللي لما بيحصل طارق أو بينكشفوا أو يتعرضوا لمقاومة من الضحية بيبقى ما عندهمش خبرة وكفاءة الحرام المحترف اللي السرقة عنده أكل عيش لها قواعد وأصول الزواغان والهروب بأقل الخسائر السرقة عنده لها فن وأدبيات ولما بيتزنق بيعرف يغز بشكل سطحي على رأي عشري في إبراهيم لبيض يعني يعور ما يموتش ويخلع بأقل ضرر ممكن وقبل ما نيجي للنتائج خلينا الأول نسأل السؤال المهم هما المصريين يعني برغم تعرضهم بشكل ممنهج من مئات ويمكن آلاف السنين للزل والإفقار كانوا بيعملوا إيه وبيواجهوا ظروف الفقر إزاي وهل الطرق دي نجحتهم في أي عصر إن هما يتجوزوا الفقر إيه الطرق اللي كانوا بيواجهوا بيها سياسات الإفقار قبل كرة واللي كانت بتوصل عندهم برضو في النهاية للعنف حتى ضد الدولة وتهديد أمن الدولة واستقرار كان نتيجة حتمية ويمكن الفرق يعني من العصر اللي احنا عايشينه دلوقتي والعصور اللي فاتت إن الموضوع اللي كان بيبقى آخر الاختيارات ما بيبقاش هو اللي سايد زي ما حصل دلوقتي هنلاقي إن مفهوم المقاومة بأشكاله كان موجود بدرجات كتير يعني كان بتظهر بين فترة والتانية أشوية احتجاجات سواء في مجتمع الريف أو وسط أصحاب المهن والحرف اليدوية في المدن نتيجة الظلم اللي كانوا بيتعرضوا له سواء في سوق المعاملة من الحكام أو بسبب الفقر وزيادة الضرائب لكن كل ده كان طبعوا التاريخي عند المصريين زي فورة أو هوجة مؤقتة دايماً بتبدأ حماسية وفيها اندفاع وجرأة لكن عمرها ما كانت بتوصل لتحقيق أهدافها يعني بسبب عاوم الكتير زي إن هم دايماً متفرقين واحتياجاتهم مش منتظمة وما عندهمش طولة بال وصبر إن هم يشتغلوا على هدف بعيد فبيرضوا كل مرة بالفتفيت والمكاسب الصغيرة المؤقتة لغير إن ما فيش تنظيم واتفاق على هدف واحد بيجمع كل أو ما فيش كيان ينتظموا فيه ولا حتى فيه قيادة بحيث إن هم يتوحدوا يلتفوا حواليهم في مقابل ده كان فيه السلطة بجبروتها واسلحها ووجود العناصر المحلية من الأغنية والبشوات واصحاب الوجاهة مع شيوخ المهن وطواف الحرفيين اللي دايماً كان بيبقى ولاقهم للسلطة لأن هي اللي محقق قالهم النفوذ والسروة والوجاهة الاجتماعية في مقابل دعمهم للحاكم يعني وفي مقابل إن هم يساعدوه في خنق ومحصرة أي انتفاضة أو فكرة توحد الشعب ضده وبيسهلوله عملية التنكيل أو القبض على أي عناصر ممكن تعمله قلق أو تهدده طريقة تانية من طرق التعامل مع سياسات الفقر والاستبداد كان بيقوم بيها المشايخ اللي كانت سلطتهم وكلمتهم في الوقت ده مسموع عند الناس سواء شيوخ الأزهر أو شيوخ الطرق الصوفية أو حتى ساعات القادة والمنتمي اللي بيقدر وبيحب الحاكم وصاحب الجلالة فبينبهوا ليه الأمر بلطافة كده ويقنعوه بأن مصلحته إن شكوى الناس تهدد يعني ويريت لو ترمنهم لقمة كده أو تخفف شوية من الضرائب والعصايا الأمنية مش حبا في الشعب يعني أو رغبة في تحسين حاله بشكل حقيقي وواقعي قد ما هو مسكن كده يهديهم شوية ويحقق للحاكم يعني راحة من وجه الدماغ برضو من ضمن طرق المصريين زمان واللي اتشهروا بيها يعني هي قدرتهم على التحايل على قرارات وممارسات السلطة وقدرتهم على التعايش وخلق منظومة اقتصادية خاصة بيهم كانوا بيبتكروا طرق كتير للتكافل والتضامن الشعبي والتعاون والدعم الاقتصادي بعيد بقى عن إيد وعين السلطة في الوقت اللي بيظهروا فيه كل احترام وطاعة وتأدير للحاكم لكنهم كانوا على قد ما بيقدروا بيحاولوا يتحايلوا على الجوع والفقر بقى ساليب كتير تحفظ لهم الحد الأدنى من ان هم يفضلوا عايشين برضو من ضمن الأساليب كانت فكرة الهروب بقى سواء هروب الحرفيين من مهنتهم لمهنة تانية بملاليم زيادة أو هروب الفلاحين وهجرتهم من الأرض اللي بيزرعوها والقرية اللي عايشين فيها مستعبدين ومزلولين عشان يدوروا في المدينة على باب رزق جديد أو باشا أو شيخ طايفا أو صاحب شغل يستعبدوا هو كمان عادي بس تسعيرتي العبودية بتبقى أكتر شوي وما ظهر للتغاد والاستعباد بتكون أخاف سيك على أمل إن هم يشموا ريحة بس من العدل والرحمة كل دي طرق ومحاولات للتعامل مع الفقر اللي سببتوا السلطة بتوصل في النهاية وبشكل أكيد مفيش مفر منه للمسار اللي بنتكلم عليه النهار ده لما الناس يحسوا بإن الدنيا مقفولة والسكة ضلمة يفقدوا الأمل مش شايفين مستقبل مفيش بكرة أصلا ده أي حد يعشمهم في مستقبل أحسن دلوقتي في ضوء اللي هم شايفينه ده يعني أكيد بيستعبط فالنتيجة الحتمية هي العنف الاجتماعي الطريق اللي مقساته كبيرة واختورته أشد لما المجتمع اللي المفروض أنه هو يعني يسند بعضه ويشد بعضه ويتكاتف ويتعاون ويتوحد على فكرة النجاة الجماعية من كل ظروف الفقر والإحباط المجتمع ده أكبر خطر عليه أنه يتاكل من جواه يتفك الحبل اللي رابطه ببعضه وكل فردي فيه يحس أنه هو بطوله والواحده كده غريب عن اللي حواليه وأن مصلحته بتتعارض مع مصلحت اللي حواليه ونجاحه واقف على فشل اللي حواليه لأنه شايف أنها بقت غابة خلاص يقتل يبقى طوله يتاكل يتتاكل لأن المعطيات اللي قدامه للحياة كريمة أو للحياة عموما معطيات مش ممكناء يسد جوعه هو بلقمة مش هقولك معطيات تمكنه يعيش ويفتح بيت أو يشتغل وينتج ويخلف عيال يربيهم ويعلمهم ويقدر يصرف عليهم يعالجهم أو حتى بعد الشر يفسحهم حتى هنا المجتمع بيحصل له حالة تآكل من جواه أو كما قال الحكم دارف الناس هتاكل بعضها وضاع الحنام من قلبه بس المشكلة هنا أن ضياع الحنام من القلب هو أقل الأضرار اللي بتحصل لأن اللي بيحصل هو ضياع المضمون الهدف من الحياة أصلا وطبيعة الدور اللي الإنسان ممكن يعمله لنفسه والمجتمعه ضيع الإحساس بالغير لأن كل واحد بيبقى مركز في مصبته ومعاناته وأزماته هو فالناس بيغيب عنها التفكير في المصطح الجامعي نجاة المجتمع كله كل واحد بيدور على الحل الفردي ومع الوقت والتعود بتضيع أي اعتبارات لمشاكل الغير وبالتالي ومع تركيز الفرد على مشكلته هو ومع الضغط النفسي والقهر وطاقة الغضب والحقد اللي جواه بيبدأ المواطن التاني بالنسبة له ما يبقاش مواطن شريك معاه في أزماته ومعاناته اللي تسببت فيها السلطة لا ده بيبقى العدو المحتمل أو العدو الواضح والمباشر والعدو الأسهل نسبيا كمان من العدو الأساسي لها السلطة والنظام اللي هو ما يقدرش ولا معاه ولا حواليه اللي يساعده انه يواجه السلطة دي ويتخلص من أزهل يعني أنا ما فيش في إيدي سلاح ولا قوة ان أنا واجه نظام ظالم ومستبد بس في إيدي ده فيش غلي في شخص أتلكك له بأي حاجة ومن ضعفه أقدر أستمدي إحساس مزيف ولو للحظات بالقوة سواء الشخص اللي أضعف مني ده غريب عني أو حتى يعني قريب أو أخ أو صاحب أو حتى زوجة أو أولاد كل دي بتبقى نتائج لمقدمات وعوامل زرعتها كل الأنظمة المستبدلة اللي عدت في مصر على كل العصور وللفترة دي من حكم السيسي يعني كواحد من أسوأ وأفجر الحكام اللي حاكمه مصر هي يمكن من أسوأ الفترات للبلد في تاريخها لرئيس بدأ طريقه أصلاً للكرسي بالمدابح ونشر الفرقة والكراهية والانقسام واشتغلوا معاه إعلامه على الاستقطاب وزرع قيم استحلال المجتمع لكل شيء شز عن الفطرة السليمة من أول التصفية والدم والإقصاء وحتى حبس أي حد عشان رأيه لحد فكرة استسهال التنازل عن الأرض أو حقوق البلد التاريخية في نيل ولا حدود بحرية ولا أراضي ولا غيره ولما شاف إنه نجح في ده ووصل للحكم على جسس الأبرياء من غير اعتراض ولا محاسبة بل وبيتقال عليه بطل وزعيم وطني كمان فكان طبيعي وبشكل تلقائي جداً إن الخطوة الثانية بعد ما حبس كل الفقرة في عشة الخوف والرعب من العصايا الأمنية والقاتل والاعتقالات إنه يبدأ في السياسات الاقتصادية اللي وهي بتحقق له طموحه الشخصي كجعان محدس ومريض بجنون العظمة تخلص له بالمرة بقى على اللي باقي من الفقرة ومحدود الدخل اللي وجودهم يعتبر عقبة في سكة فناكيش إنجازاته المعمرية واللي ملهمش مكان في مشروعه وطموحاته السياسية والاقتصادية اللي هو نفسه بقى لايس كومبيليتلي ومش عارف يا إيه طموحاته بالزبط وكلها مشاريع ملهاش أي علاقة بتحسين الحالة المعيشية للغالبية العظمة من الشعب فداس بقى وهو متطمن على كرسي بصربعة وغباوة ملهاش مثيل في المشاريع الكبيرة والبيزنس والإنشاءات والكباري وسد ودانه عن أي مطالب حقيقية وأولويات محتاجها القطاع الأكبر من شعبه اللي هو مش شايفهم وبيحتقرهم أصلا وما لهمش عنده أي وزن أو اعتبار كل دي عوامل سببت ضرر نفسي كبير وخلقت فجوة بين أفراد المجتمع المجتمع اللي تعود زي ما قلنا من زمان على خلق منظومة اقتصادية خاصة بي بيقول بيها للسلطة يا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز منك عسل لكن اللي حاصل إن السلطة طول الوقت بتقرصه وحتى شوية العسل المضروب اللي حلته خادتهم منه المجتمع المصري كانت لقى طرق كتير ومنافذ للتعاون والتكافل الشخصي اتضرب في معظمها مفك بسبب سياسات السيسي الفشلة واللي منها كتير متعمت السياسات والقوانين اللي أثرت على منابع كتير للخير والتكافل وكانت بتجنب كتير من المصريين خطر اللجوء للعنف والعصبية والجريمة أفلوا آلاف الجمعيات الخيرية وصدروا ممتلكاتها وشفطوها في كرشهم حتى المستشفات والعيادات اللي كانت بتقدم الخدمة بأسعار بسيطة لغير القادرين أفلوها أو سيطروا عليها ورفعوا أسعارها اللي أزمة الاقتصادية اللي خلقوها خلت حتى المقتدرين اللي كانوا قادرين يتصدقوا أو يبعاتوا تبرعات بشكل منتظم ما بقوش قادرين يعني كل ده قل وتأثر حتى سندق التبرعات في الجوامع اللي الفقير أصلا كان بيرمي فيها اللي يقدر عليه لللي أفقر منه حطوا قديهم عليها ومنعوها وإلاك اللي عاوز يتصدق يروح للحوكمة والمايكانة الناشفة ويرمي فلوسه في البنوك لدرجة أنهم زقوا شيوخ المنصر يفتوا للناس أنه يجوز التصدق على الغلابة من اللواءات والمستشارين في صندوق تحيا مصر الكل ملاحظ كمان تراجع معدل كاراتين رمضان ومواقع الرحمن ودبيح العيد وغيرها عشرات من مصارف الدعم الشخصي بين المجتمع وبعضه اللي عملت إيه اللي يوم بعد يوم ووصلت كتير من الناس خلاص أنهم هيبقوا على حفة الموت حرفيا من الجوع وبسبب كل ده زادت معدلات الخناءات في الشوارع والصراع على أدفه الأسباب وبالتالي زادت معدلات جرائم العنف اللي إعلام النظام نفسه ما بينكرهاش وهنا يجي السؤال الأخير صحيح إن سلطة بإجرام وغرور نظام السيسي اللي لو دخلت جوا عقله هتلاقيه متكيف ومرتاح لأي ظاهرة بتدل على إن المجتمع بيميل العنف ضد نفسه وفش الغل في بعضه لأن ده طبعا أحسن له من إنه يهدى ويفكر ويستثمر طاقته وقوته في إنه يتجمع مع بعضه ويتحد على فكرة واحدة ويبقى صوت واحد بيعبر عن مطالبه وأحلامه لكن هل الوضع ده ممكن يستمر كتير وهل الأرض اللي بتتهزي تحت رجل الناس وهي بتاكل بعضها ممكن هزاتها دي توصل لدرجة إنها تهزي الأرض من تحت كرسيه هو فتوقعه هو نفسه على جدور رقابته في يوم الأيام وهل المجتمع لو وصل غضبه لآخر ما ده وظهر للكل السبب الرئيسي والوحيد اللي مشاكله وأزماته اللي هو النظام يعني النظام ده ما بيفكرش خالص إنه ممكن تيجي لحظة انفجار الشعب في وش اللي مستعبده كل عوامل بتماهد إن اللحظة دي مش مستبعدة وبكرة نعيش ونشوف ونشوفكم على خير إن شاء الله شكرا للمشاهدة